أيوة بالتأكيد طبعا حمدتيحة يظل يطرق محاولة أنه يلقى حطب لهذا الحريق الذي أشعله لأنه ما عنده تصورات لأنه المزال الذي ستنتهي كيف وبالتالي هو يحاول يعمل توازن على الأرض فاقد يعني يعوض الفاقدة للفاقدة البشري لكن أي أن كان طبعا أنت لما تجيبه أغراب وتحاول تستوطنهم في تعملهم مستوطنة في ولاية زي ولاية وسط دارفور ده بيثير وده الكلام أنا قلت من الأول أنه أنت حركة حمدتي في دارفور مهما كان الحركة في النهاية محسوبة عليه وفي النهاية حتؤلم الناس عليه يعني الآن إحنا مثلا نزالين جديد وسط دارفور ده ما شفنا مقاومة وما شفنا رفض لحركة التمرد ربما قهرا وربما انهزام لكن الآن لما أنت تتحدث عن جلب مرتزغة وإعطاهم تصريح بتاع إقامة إمارة في وسط دارفور أنت تحرد على نفسك طوب الأرض في وسط دارفور بل أنت تحرد على نفسك طوب الأرض في كل ولايات دارفور فحمدتي لا يفعل بهذا أكثر من أنه يمرر السكين على جرحه يعني الخطوة دي هو بيكون جايب النازل على أنه يعمل له غطاء بشري أو يعمل له إضافة بشري أو يعمل له تعويض بشري إلى خسائره لكن هو في الحقيقة سيزيد من وتيرة الغضب عليه في دارفور وسيزيد من وتيرة الإصرار على الإصطفاء والناس حيوعوا الآن أنه تبع عندك معاركة مع المركز أنت معاركة تقدر تشهيل أراضي دارفور دي إنت دار تشهيل الأراضي بتاع الدارفور ودائر تزيح مجموعات الناس حيفهموا كده طبعا الناس الموجودين وده موضوع حساس جدا في دارفور موضوع الأرض وموضوع الملاك وموضوع الوافدين الجدد وكده ده موضوع حساس حيعمل مشاكل كبيرة جدا لحمدتي فكأن حمدتي دار يعالج الجرح اللي حصل ليه في هزائم من الجيش دار يعالج هذه الهزائم بأنه يمرر السكين على هذا الجرح وتمرير السكين على الجرح ما بيبريه إنما يزيد تقيح ويزيد نسفا ودماء وهذا مؤشر مماشرات التخبط يعني حمدتي لما كان خطط وعالف إنه سيطر على الخرطوم أنا قلت له حمدتي مشت دارفور حيكون غلط غلطة عمره لأنه مشيتك دارفور طلعت الحركات المسلحة والقول المشتركة من خانة الحياة إلى خانة المواجهة طيب إذا حصل لك في الفاشر الخطوة السخيبة التي تعملها في وسط دارفور ستحرك وسط دارفور ووسط منطقة زالينجي ذات التحرك اللي تحركوا الناس ضدك في الفاشر تحركوا الناس ضدك في الفاشر